بس على ذكر القضايا العدلة صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الإعلامي الأستاذ حمد رزق في مقالته في المصر اليوم أشار لجزئية العدالة الدولية والمعايير الاقتصادية اللي حذر منها المهانس عدلي أو أشار إليها على الأقل في جائزة الكرة الزهبية التي منحت للأرجنتيني ليونيل ميسي على حساب محمد صلاح اللي الناس انتظرته كأول فإذا به يأتي في المركز السابع قال حمد رزق معايير الامبراطورية الكروية بول الكرة إبداع وفن ومهارات ولمسات وخطط وتكتيكات داخل البساط الأخضر وخارجه الكرة امبراطورية صناعة واقتصادات مليارية عابرة للحدود لذا العارفون بأسرار هذه الصناعة يعلمون إن لم يفز المهاجم الفز كريستانو رونالد بالكرة الزهبية ستذهب إلى عبقار الكرة ليونيل ميسي رغم تقدمهما في العمر وخفوط بريقهما لكنها الصناعة والمليارات إعلانات وعقود دعاية وحقوق بس فضائي وبيتكلم للمنطق اللي المهندس عادلي أشار إلى إنه القصة كلها قصة حقوق وقيم تسويقية ورعاية لكن التنبيه المهم اللي بيختم به حمد رزق مقالته المهمة الحزبة الاقتصادية بالأرقام السرية ليست في صالحة على صلاح الإمبراطورية لا تخاطر بزهاب كرتها الزهبية وبقرتها الحلوب إلى نجم من العالم الثالث كراويا ما بالك وكونه الأكثر تهديفا وصناعة للأهداف وأين في الدور الإنجليزي مختبر الهدفين لا تسأل عن كريستانو رونالدو في الدور الإنجليزي لا يزال يعيش على ذكريات الدور الأسباني لكن بيقول حمد رزق الجملة المهمة دعك من التفسيرات العنصرية من عينة صلاح عربي ومسلم وهلوم مجرع مما يحفل به الفضاء الإلكتروني بعد إعلام فوز ميسي بالكرة الزهبية لسنا متعصبين ولكننا محبون ولنكن موضوعيين كراويا صلاح يحلق بعيدا في قمة ترتيبها الده في الدور الإنجليزي وفي أوجته وهجه كراويا لكن للإمبراطورية أحكامها إن فاتت صلاح الكرة الزهبية تكفيه أغنية جماهير ليفربول لردتها العالم لا هو صلاح كمان الحقيقة اللي عجبني فيه مش شايف الأمور دي تحبطه بالعكس هو بينزل وبيقده وبيهدفه وكمان ما هو المطلوب من لاعب على مدى أربع سنين إن ما كانش الهداف فهو بينافس على الأول أو الثاني هداف لمسابقته بخلاف بقى أي واحد من اللي خده البطول يعني ميسي في الدوري فاشل جدا مع برشلونة فاشل جدا مع باريس سان جرمان لكن فيه بعد يا إبراهيم برضو لازم نحطه في الحزبان البعد التمثيل الدولي يعني ليونيل ميسي مؤكد رجحه جدا في وزل أرجنتين المرة دي هو الأرجنتين أول لقب تكسابه مع ميسي كان السنة أضاف إليه كريسيانو ما بروح في البرتغال الدنيا بتتقلب طبعا كابتن محمد صلاح مؤثر مع منتخب مصر بس لهو قادر يشيل المنتخب لوحده ولا المنتخب قادر يشيله عشان يضيف إلى رصيده الدولي أمام الرأي العام لكن في كل الأحوال هم مش هيخدوا كرة زهبية بالمعايير بتاعة صناعة كرة القدم والمعايير الإقصادية إلا إذا وده بيحصل على فكرة أما يحال الأمر إلى التسويق من خلال التسويط الجماهيري الشعبية بتباني وصلاح دائما حاضر بالكتة اللي بتصوت وراءه فبرضو الرعاة لازم بالهبة المصرية والعربية والعالمية عنده قاعدة في انجلترا مؤكد لكن هو السنة دي برضو الدنيا يعني اتوزعت شوية بنزيمة في أحسن حالاته وده أمر غريب لم يتقلق إلا بعد ماكريسان ومشيب سنتين ثلاثة واضح أنه هو بقى ريال مادريد بنزيمة مع المفتاح خلاص وتأثيره في المنتخب الفرنسي موجود ننبابي نجم صعد لفندوفيسكي أمر يعني هذا بقى مستقر مستقر كهدف في ألمانيا في الدولة الألمانية تلات أربعة سنة الأخرانية الماكنة شغالة الماكنة شغالة جدا وبرضو مع منتخب بلاده هو بمثل بولندازون أعتقد أنه ده بيضيف له عايزين بقى المنتخب في الفترة اللي جاية يعني يكون صلاح يتبادل إنهم الاتنين يجدوا بعض